تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان وليعهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رسالة شفوية من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة تتصر بالعلاقات الاخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات بما فيه مصالحهم المتبادلة اضافة الى تطورات الاوضاع في القدس الشريفة نقل رسالة الى سموه دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس وزراء الاردن خلال استقبال سموه له في قصر الشاطئ في ابو ظبي وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاخوية القوية بين دولة الامارات والاردن وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بجانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في المنطقة العربية والاوضاع في منطقة القدس في ضوء التطورات الاخيرة واعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن قلقه ايزاء حداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة بما اسفر عن اصابة عدد من المدنيين الابرياء مؤكدا سموه ادانته جميع اشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الانسانية